السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباي متابعي قناة مصر التعليمية في كل مكان أهلا وسهلا بكم من جديد مع حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا المتتابعة عن إسرائيات التخصصات المعمرية وطبعا اللي بنتناول فيها زي ما قلنا وسبق الحديث مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن التخصصات المعمرية والشعب داخل تخصص العمارة وقلنا نحن بنتناول التخصصات المعمرية أو الشعب المعمرية من أكثر من جهة أو من أكثر من اتجاه وتعرضنا في تخصص أو أثناء حدثنا عن تخصص أعمال الخرصانة لمستقبل الطالب إن شاء الله مستقبلا بعد التخرج من التخصص أو التخصصات المعمرية بشكل عام المهن المتاحة له واللي بيقدر أنه يمتهنها بعد انتهاءه من دبلوم أو حصوله على دبلوم التخصصات المعمرية بالشعب الخامسة الموجودة أو بتشتق منها تخصصات المعمرية النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تخصص جديد من تخصصاتنا المعمرية أو شعبة جديدة من الشعب المعمرية وهي شعبة فني أعمال أو فني شبكات المياه والأعمال الصحية اللي هو زي ما بنقول أو الاسم الدارج بتاعه بيستخدم فيه أعمال السباكة أو مهنة السباكة طيب اللي بيحترف مهنة السباكة من التخصصات المعمرية عندنا طبعا ده طالب بيكون أو خريج بيكون مختلف أو فني مختلف عن الفنيين الموجودين في المواقع ليه؟ لأنه ده طالب بيكون المفروض أو فني أو خريج المفروض أنه هو دارس التخصصات المعمرية عندنا أو داخل التخصصات المعمرية دارس مواد بتخدم او بما يوظف او يساعد له امتهان مهنة السباكة او اعمال السباكة طبعا التخصص ما بيوقفش عند مهنة السباكة كمهنة سباكة ليه لان طبعا مع الحداثة والتطوير اللي بيتم في التعليم الفني مهنة فني شبكات المياه والاعمال الصحية ما اصبحتش او او ما اصبحت ما بتقتصرش على اعمال السباكة اللي هي طبعا المتعرف عليها واللي كلنا بنشوفها في السوق اللي هي عبارة عن انباء اعمال صرف او اعمال تخزية لا طبعا في استحداث للصنعة او للمهنة داخل التخصصات او المعمرية داخل التخصص نفسه في تطوير واستحداث لمعنة موجودة او حرف موجودة داخل التخصص نفسه وكذلك داخل الفرع اللي هو او الشعبة اللي هو التخصص فني شبكات المياه والاعمال الصحية ليه لان النهاردة اصبح عندي طالب بيكون جدير وبيمتلك مهارة انه ينفذ خطوط مثلا الحريق او خطوط الري سواء ري بالطمئيط او الري العادي بعد كده عندي طالب تاني ممكن بيمتهم ده كله داخل تخصص اعمال الاعمال الصحية اللي اسم المختصر لها ده طالب بيقدر كمان ينفذ اعمال او خطوط تنفيذ اعمال الحريق داخل المشروعات ده كله موجود وكذلك برضه اعمال الغاز او الاكسجين داخل المستشفات وما شابه وخطوط دي والتوصيلات دي كلها كانت يعني او المهن دي ما كانتش موجودة قبل كده في مهنة فني اعمال الاعمال الصحية دي كلها مهن مستحدثة ومطورة موجودة داخل الفرع اللي هو جزء من الكل والكل اللي هو عبارة عن التخصصات المأمرية والجزء اللي هو بنتكلم عليه النهاردة اللي هو الفرع او الشعبة وهي فني شبكات المياه والاعمال الصحية والاسم المختصر لها او المتدرج بينها او معروف بينها وبين الطلبة وبعضهم البعض او داخل التخصص اللي هو تخصص الاعمال الصحية يبقى النهاردة ان شاء الله هنتناول تخصص الاعمال الصحية من اكثر من اتجاه واتكلمت بشكل عام في الحلقة السابقة ان احنا قلنا عندي طبعا نوعيات من التعليم موجودة داخل التعليم الفني نفسه عندي طالب مهني ده او طالب المهني بيفرق عن الطالب العام فيها مصطر عشان اكون عارف انا وانا بختار المصار لابني داخل مصار او مجال التعليم الفني ابقى ملم بالنوعيات او المجالات اللي ابني هيسلك احد الطرق فيها فبكون عارف ان طبعا او انا بوضح لحضرتك ان المهنة او الطالب المهني او تعليم مهني الطالب هنا في التعليم المهني بيكون دراسته بشكل اكثر دراسة عملية واقعية وبالتالي الشق النظري للطالب بيكون في اضيق الحدود زي ما بنقول ليه لان ده طالب زي ما قولنا قبل كده طالب ودوره في المهنة بتاعته ان هو فني بيقعد على مكان او ينفذ المشروع تنفيذ بنفس ما هوش مطالب انه يعمل دراسة ومؤيسات وموصفات زي الطالب اللي هو الفني التاني الفني اللي هو بتخرج من التعليم الفني برضو بس التعليم ايه عام طبعا بيعلو او بيكون فيه الاعلى شوية ومستوى الاعلى شوية اللي هو مساعد المهندس اللي هو بيكون عبارة عن طالب خريج المدارس المتقدمة خمس سنوات داخل التخصصات اللي ايه المعمرية طبعا المتقدمة خمس سنوات فيها من كل التخصصات الاخرى زي كهرباء وتبريد وتكليف ومشابه وكهرباء الى اخره ولكن انا بتكلم ده النهاردة عن التخصصات المعمرية فيما يخص تخصص العمال الصحية اه طبعا بيكون عنده كده تلات مجالات من المجالات اللي موجودة عنده او تلات مصارات موجودة اما طالب عام او طالب مهني او طالب في المدارس المتقدمة يبقى كده انا عرفت المستقبل بتاع ابني في التلات مجالات اقدر اوظفه فيهم ازاي ده خلاص كده مستر لأ طبعا بشكل عام في التخصصات المعمرية بتاعتنا وفي بداية الحلقة حابب اطمنك على المستقبل بتاع ابنك ان شاء الله والمستقبل في علم الغيب والرزق طبعا زي ما بنقول ولكن انا بحاول اطلعك ان ممكن الطالب زي ما بنقول بيدخل عندنا التعليم الفني خلاص هو بيكون الثقافة اللي موجودة عند المجتمع ان الطالب بيوقف عند حد الدبلوم والحصول على الثلاث سنوات وخلاص وبيكتفي بهذا القدر وانه ما فيش مجال تاني بيكمل لأ طبعا بيكون المجال مفتوح للتفوق كل مجال فيه مكان للتفوق ولكن طبعا كل طالب على حسب قدراته وامكانياته والهدف والطموح اللي بيطمح له وبيسعى له طبعا عندنا في التخصصات المعمرية بعد ما بيخلص الطالب في الدبلوم هو بيقدر انه بيمتهم باكثر من مهنة على حسب مستوى في التخصص بتاعه وكذلك ما درسه في دراسات عليا اخرى سواء في دراسات المعاهد المتوسطة او الكليات الجامعية اللي بيكمل فيها بعد كده سواء كلية التعليم الصناعي او كلية التربية او كلية الهندسة اذا طبعا الطالب خريج خمس سنوات ودخل التعليم العالي كلية الهندسة او طالب مثلا دخل معهد بعد الدبلوم زي معهد المساحة او معهد الفني الصناعي بعد كده بيحصل على مجموع معين بيهيله ان هو يدخل لكلية الهندسة طيب هو طالب اخذ معهد المساحة وتوقف على كده بيقدر ان هو بيشتغل ان شاء الله فيما بعد بيشتغل في مهنة المساحة بعض المهن بتكون موجودة اغلب ابناء الطلبة اولا الامور ما يعرفوش عنها حاجة ليه لانها مهيش متاحة او موجودة في السوق المصري بشكل عام ولكن هي موجودة في السوق العربي والدول الاوروبية والدول العربية بشكل اكثر اللي هي عبارة عن التنفيذ المعماري والمشرف وبيطلق عليه فيها الدول العربية مراقب معماري ده مهن بيكون الطلب او المطلوب فيها طالب خريج على التخصصات خريج تخصصات المعمارية سواء دبلوم وبيكون بيقول لك انا محتاج طالب في التخصص الدقيق اللي هو في الدبلوم بتاعه ملوش دعوة بالخلفية فيما بعد في المعاد بيحتاج التخصص الدقيق بتاعه ده طالب كان في تخصص الخرصانة مثلا او في طالب شبكات او طالب في دبلوم شبكات المياه والاعمال الصحية وبالتالي ده يقدر يشتغل معايا في الاشراف او كمراقب لمشروعات بتتم في اعمال الصرف والتخزية ومشابه يبقى ده طالب محتاجينه للعمل معانا كمراقب او مشرف طيب بعد كده في ميهن تانية اكثر واعلى اه طبعا فيه زي مثلا طالب او خريج بيشتغل رسام معماري او رسام اوتوكاد والرسام ده طبعا منين بيكتسب المهارة دي او منين بيكتسب مهارات الرسم وبتعلمها فين بيتعلمها طبعا موجودة معانا في التخصصات بتاعتنا داخل المواد ليه لان عندنا مادة الرسم الفني موجودة ومكملة معاه من البداية من سنة اولى زي ما نقول لحد الصف اللي هي الثالث او في الصف الاول بيدرس بعض المصطلحات الهندسية اللي بتخدم عليه في التخصص عشان يقدر بعد كده يبقى عارف الرمز والمصطلحات المستخدمة معاه في اللوحات اما بعد كده بيكمل بمادة الرسم بتتشعب معاه داخل التخصص وبالتالي بيتعلم الطالب ازاي يقدر يقرى مخطط زي ما بنسميه او بيطلق عليه برا مخطط او لوحة رسم موجودة معاه عشان لما بيقراها بعد كده بيعرف ازاي عملية التنفيذ والعكس يقدر مشروع يحوله من مشروع موجود على الطبيعة ليه لوحة تكون موجودة في ايده دي المينة دي اسمها مينة رسام وتوكاد يبقى انا كمان باهلك انك انت تقدر تتخرج من عندي بتمتهن بنفس المينة اذا قدرت ان انت تمتلك مهارات الرسم الفني عندي وتتقنها وبتنميها مع الدورات وما شاب طيب كمان كده خلاص يا مستر معدش فيه حاجة تاني او فيه شغل تاني عشان يكون مطمنين على ابنائنا اللي موجودين او اللي مقبلين ان شاء الله على الالتحاق بمدارس التعليم الفني وخاصة فيه التخصات المامرية لا فيه طبعا فيه عندي مهنة تانية اللي هي مهنة حاسب الكميات اللي هو الراجل اللي بيبقى منوت بإعداد المؤيسات والمصافات الفنية لطرحها في السوق ليه عشان تنفيذ المقولات او ما شابه يبقى انا عندي طالب او خريج بيمتهم بمهنة اللي هي حاسب الكميات ودي بتبقى موجودة برضو فيه الاسواق العربية دايما بكسارة زي ما بقولوا عليها الطلب فيه هذه المهنة عشان بيبقى ده مسؤوليته داخل المشروع اللي هو الحسابات والقياسات ويقدر ازاي يعمل مؤيسة ومواصفة ومزايدة لمشروع معين من المشروعات لان طبعا بيكون عنده كمان مقاول انهى الاعمال بتاعته محتاج حد بيكعب او بيمطر او بيقيس الشغل له عشان بناء عليه بيعمل الحسابات بتاعته والمستخلصات المالية مين بينفذها طبعا ده بيكون المهندس الاداري اللي موجود فيه المشروع طب مين بيعمل الشغل كحسابات ومناصات وما شابه داخل المشروع مش الاعداد للمشروع كله الجزئيات اللي موجودة او المطلوب حسابها داخل المشروع اللي بينفذها بيكون هو حاسب الكميات اللي طبعا بيكون خريج التخصصات المعمرية النهاردة ان شاء الله هنتناول الموضوعات دي كلها كده ونشوف الطالب بتاعنا في تخصص الأعمال الصحية بيدرس ايه ابني لما يكون موجود داخل التخصصات المعمرية وفي تخصص الأعمال الصحية هيدرس ايه عشان ابا نطمن عليه واشوف انتوا ازاي بتأهلوه عشان يطلع لسوق العمل ويكون فني ماهر قادر على تنفيذ الأعمال والمنافسة في سوق العمل تشوف مع بعض كده في الإصلاح بتاعنا التخصصات او تخصص الأعمال الصحية الطالب طبعا في الصف الاول بيدرس عندي ثلاث نوعيات زي ما قلت قبل كده في تخصص الخرصانة بيدرس عندي ثلاث نوعيات من المواد مواد ثقافية انجليزي وعربي ورياضيات الى اخره من المواد الثقافية ثم بيدرس عندي مجموعة تانية من المواد اللي هي المواد الفنية او المواد العلمية واحنا بنطلق عليها مواد التخصص وده الاسم الدارج ما بين الطلبة والمدرسين داخل التعليم الفني مواد التخصص اللي هي المواد العلمية في الصف الاول بيدرس تكنولوجيا ورسم وامن صناعي وحابب بأكد طبعا في بداية الحلقة عشان تكون متطمن ان مادة الامن والسلامة المهنية من اهم المواد اللي الطالب بيدرسها حتى ممكن بعد كده بيمتهم بالمهنة دي وبيكون مسؤول امن وسلامة مهنية داخل مشروع او يقدر بعد كده ينفذ تعليمات الامن والسلامة داخل المشروع بتاعي وبالتالي بضمن ان ابني في امان ليه لانه هو اتعلم الامن والسلامة في التخصصات المعمرية داخل مدارس التعليم الفني اللي موجودة في جمهورية مصر العربي يبقى بتعلم هنا امن وسلامة والامن ده بيكون يعني مكمل معه الصف الاول ثم الصف الثاني كذلك مادة الرسم والتكنولوجيا زي ما قلت مادة الرسم بيبدأ الطالب في تعلم اساسيات او بدائيات الرسم سواء رسم هندسي او رسم فني داخل التخصص مادة التكنولوجيا هي مادة بتكون اقرب لجانب العملي ولكن بشكل نظري ما ينفذه الطالب في الورشة او في المشروع او في الموقع بيدرسه بشكل نظري داخل الفصول في مادة التكنولوجيا والعكس صحيح يعني ما يدرسه الطالب هنا اذا كنت بتكلم عن انواع المواسير ومشابه او كيفية اللحام بصورة زهر برصاص او اي نوعيات من الدراسة النظرية لاي مادة من المواد اللي بتستخدم معايا داخل التمارين انا هنا بدرسها بشكل نظري الطالب او بدرسه بشكل نظري الطالب نفس المادة ونفس الدرس بينزل ينفذه فيه المشروع بشكل ايه عملي طيب ده كده في الصف الاول في الصف الثاني الطالب بيدرس عنده يعني هو كان تلات مواد فنية في الصف الاول زي ما شفنا من شوية في الصف الثاني بيدرس او المواد دي بتبقى سابتة معايا التكنولوجيا والامن والرسم بيكمله معايا في الصف الثاني والامن طبعا بينته في الصف الثاني وبيجي مكانه مادة الهيدروليكة وبيدرس هنا المادتين دول في الصف الثالث مع المساحة والتخطيط ومادة الهيدروليكة اما في الصف الثاني اللي احنا بصدده حاليا بيدرس خمس مواد الامن من الترم الاولاني او من الصف الاولاني وطبعا بتشعب معايا في الصف الثاني لموضوعات اكثر صعوبة عشان يتعلمها الطالب وكذلك مادة التكنولوجيا بتتشعب معايا لموضوعات اكثر صعوبة وتمارين بيتعلمها الطالب بتكون اكبر واكثر معايا اشتركوا في القناة الرسم طبعا بيكون اكثر احترافية في الصف الثاني اذا كان في الصف الاول بيدرس مادة الرسم الهندسي وبدايات الرسم الفني في الصف الثاني بيبدأ بعد كده في تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة لتنفيذها على لوحات الرسم بيدرس برضو مادة المساحة وطبعا زي ما قلت كده في سلسلة حلقاتنا في الحلقة الاولى في مادة او تخصص المساحة وتكلمت عنه انه بيدرس المساحة الطالب من جهة البدايات الخاصة بمادة المساحة عشان بعد كده في الصف الثالث هيدرس مادة المساحة بشكل اكثر تشعب واكثر صعوبة فبالتالي في الصف الثاني بيدرس كل البدايات الخاصة بمادة المساحة زي الاجهزة والادوات المستخدمة في اعمال المساحة وطبعا بيتعلم ازاي يقدر يحسب بعض المساحات البسيطة عشان اذا تعرض لمشروع في اثناء تادي التمرين او مشروع في الواقع عنده بينفزه يقدر ازاي يقدر يحسب قطعة ارض مربعة الشكل او مستطيلة او مسلسة او قطعة بيتخللها قطعة اخرى زي ما هنشوف كمان شوية المواد وشكل المواد اللي بيدرسها الطالب في الصف الثاني مادة التخطيط وطبعا مادة التخطيط انا قلت قبل كده ان مادة التخطيط كان بيطلق عليها مادة الموايسات وبيتعلم منها الطالب ازاي يقدر يحسب كميات ويوصف مواصفات للمواد المستخدمة معاها في التمرين نروح ونشوف الصف الثالث كده صف الثالث او نفس المواد معاها نهما نفس المواد الخامسة ولكن مادة الامن كده توقفت فيه الصف الثاني وحل محلها مادة اسمها مادة الهايدروليك وحبين نلقي الضوء عليها مادة الهايدروليك ليه طب هو تخصص العمال الصحية ليه ما بيدرس حساب انشاءات زي بقى التخصصات انا حبين نقول ان تخصص شبكات المياه والاعمال الصحية بينفرد بدراسة مادة الهايدروليك اللي بتعلم فيها علم حركة السوائل والبوابات والهزات والحزات والطرق وخصيط الطرق وخواص السوائل ده كله ده بيخص تخصص شبكات المياه والاعمال الصحية يبقى اذا مادة الهايدروليك بيدرسها طالب تخصص الاعمال الصحية فقط اما مادة حساب الانشاءات بتدرس ليه باقي الاربع شعب اللي موجودة داخل التخصصات المعمرية يبقى تاني عشان يكون عارف او الطالب يكون فاهم وما يفجأشي او يقول انا هدرس مادة ويكون انا مختلف ليه عن زملائي انا بقولك ان عندنا مادة زي مادة حساب الانشاءات دي مادة بتدرس ليه الاربع تخصصات او الاربع شعب اللي موجودة في التخصصات المعمرية اللي هي نجارة العمارة والبناء والبياضل والتشتباط وامال الخرصان دول بيدرسوا مادة اسمها مادة حساب الإنشاءات لأن طبعا أغلب عملهم بيكون قايم على الإنشاءات أو الهياكل سواء هياكل خرصانية أو خشبية أو مباني بالطوب أو أعمال تشتباط كل ده لازم يكون دارس الأحمال ونوعيات الأحمال وأشكال الكاميرات وما شابه من هياكل خرصانية وبنئية وما شابه طيب ده فيما يخص الأربع تخصصات أما تخصص الأعمال الصحية لازم طبعا أنه يدرس أو يدرس أو يكون ملم بعلم السوائل لأنه أغلب شغله هيكون فيه سوائل هيتعامل مع المياه وما شابه فبالتالي محتاج أنه يدرس يكون عارف حركة السير كمية الصرف إزاي يقدر يحسب كمية صرف ناتجة من سرعة على قطر أو مساحة فلازم يكون قادر وملم بتنفيذ أو حساب هزيه كمية الصرف أو ممكن يطالب منه إزاي يقدر يقيس سرعة مياه موجودة بيتم تصرفها من مخرج من المخارج معينة أيضا كذلك لازم يكون قادر أو فاهم أو حاسب أو بيتعلم معانا إزاي يقدر يحسب الأحمال أو الضغوط الواقع على البوابات أو الحزات اللي هي بيتستخدم أو احنا بنطلق عليها الهدارات اللي موجودة معاه في مداخل الترع والمصارف والبحور وما شابه عشان يقدر ينفذ بوابة على مدخل الترع البوابة دي طبعا قيمة أو تخانيتها أو تنفيذها أو حركتها بتنفذ أو بتصمم بناء على الضغط الواقع عليها من المياه وحركة السير داخل المجرى الماء يبقى ده حاجات لازم يكون درس كذلك برضو مركز الضغط وقوة الضغط كل ده أشكال وموضوعات بتدور في مادة الهيدروليك فلازم يكون الطالب ملم بيها وبالتالي فأنا لما أقول لك أنت بتدرس مادة الهيدروليك داخل تخصص الأعمال الصحية ما تقولش أنا بدرسها ليه مستر ليه أنا مش زي باقي زملائي في الشعب المعمرية وادرس حساب الانشاءات فأنا بقول لك أنك شغلك فيه سوائل سبتعامل مع المياه وما شابه ليه لأن ما عندك هيبقى فيه شغل فيه الترع والمصارف والبوابات والمجاري فيه أعمال الصرف الصحي وما شابه وقت أعمال التخزيه يبقى أنت شغلك هنا ودراستك هنا لازم تدرس حركة علم حركة السوائل أما هو الطالب بتاع التخصصات التانية اللي هو نجارة وخرصانة وبناء وبياط لازم أنه هيكون ملم ويدرس أو يكون فاهم يعني أحمال وأشكال كاميرات وقواعد وأعمدة عشان يقدر بعد ما بيعرف الأحمال يقدر ينفذ الأشكال الهيكلية اللي موجودة عنده أو المطلوب تنفذ يبقى طالب الأعمال الصحية بيميز في دراسته عن باقي التخصصات داخل الشعب المعمرية بمادة الهيدروليك طيب نشوف بعد كده الصف الأول عندي بيدرس طبعا مهمات الأمن والسلامة المهنية وخلاص زي ما أنا قلت الأمن والسلامة ده جزء من اللي بيدرسه الطالب عشان حضرتك تكون متطمن على ابن حضرتك معانا في التخصص وتكون عارف إن أنا بدرس له الشروط الواجب توفرها بمهمات الوقاية وبعلمه إزاي يلبس المهمات السفتي داخل المشروع واللي ماذا طبعا بنهتم بالأمن والسلامة كل ده موضوعات أهيه وبيوريره الأشكال والأدوات الخاصة بعملية الأمن والسلامة داخل الورشة أو المشروع بتاعي وازاي بيرتديها والطرق السليمة لاستخدامها بعد كده بيدخل طبعا في بداية الشغل وفي الصف الأول بيدرس الأدد والأدوات ولازم يكون ملم بيها وعارف الأدوات اللي هيستخدمها في المشروع بتاعه عشان بعد كده أو في دراسته عشان بعد كده هيقدر يستخدم الأدد دي في الورشة يبقى هو بيدرسها عنده بشكل نظر في المواد بتاعتنا ليه المواد الفنية أو زي ما قلنا مواد التخصص بيدرس دي فين يا مستر بيدرسها في مادة التكنولوجيا بيعرف العدد والأدوات المستخدمة داخل التخصص منشوف كده طبعا ده حاجات هو بيدرسها الطالب داخل التخصص بتاعنا تخصص الأعمال الصحية المكينات والشانيور والصاروخ وما شابه عشان يكون عارف لما يجي يتعامل معها أو تمر عليه هو درس هناك الايه العدد هنا بيشوف بقى الأدوات اللي هيستخدمها والقطع اللي ممكن يستخدمها شكل الخانات المستخدمة معه في أعمال الصرف بيدرس ده في مادة التكنولوجيا في الصف الأول عشان يكون عارف الكوع والمواثير بتاعته والقطعات بتاعتها وأشكالها المختلفة التي والزاوية وما شابه والكوع المفتوح فلازم يكون عارف الأشكال عشان لما يجي يتعامل يقدر يتعامل معه أو لو شاف الشكل يكون عارف ده جلبة أو ده محبس أو ده مصورة أو ده كوع مفتوح ده كوع بباب فلازم يكون فاهم وأدارس وعارف الحاجات دي هيعرفها فين يا مستر هيعرفها طبعا أو يتعلمها في الصف الأول بعد كده ما يجي ينفذها أو يستخدمها في تمرين الصف الثالث أو الثاني يكون عنده خلفية من الصف الأول عن هذه الخامات هنا بعلم الطالب الإجراءات السليمة والصحيحة إزاي يقدر يستخدم الأدوات القطعة في تنفيذ التمرين بتاعته لأنه هو بعد كده هينطلب منه أو هينطلب بتنفيذ تمارين داخل الورشة بغض النظر أنه هو هيستخدمها في المجال العمل في حياته اليومية بعلمه إزاي يكون مسك الأداة والطريقة الصحيحة وإزاي يكون مرتدي أدوات السفتي معاه وإزاي يقدر كمان ينفذ عملية القياس قبل ما ينفذ عملية القطعة والطريقة الصحيحة لعملية القطعة للأدوات المستخدمة أو الخامات المستخدمة معاه في التمرين هنا فيه الثلاث أشكال اللي موجودون معايا بعلمه كيفية أداء التمرين ولكن بشكل سليم بما يضمن سلامته أو أمنه وسلامه داخل الورشة طيب هنا برضو شكل تاني من أشكال استخدام الأدوات والعدد وبشوف هنا عوامل الأمام وإزاي بيستخدمها والطريقة الصحيحة وإزاي بيمسك الأداة المنشار مثلا هنا وإيه آلة الألواز اللي موجودة معاه دي أو آلة القطعة اللي موجودة معاه هنا بيقطع مصورة من المعدن إزاي وإزاي بيستخدمها عشان ما يحدثش له مشكلة أثناء عملية التنفيذ اللي إيه التمرين بعد كده بيستخدم برضو أو بيكمل أو بتعلم هنا كل أداة من دول بتستخدم فيه فهو هنا بيقول لي بتأسيس عشان يأسس شبكة الصرف الداخلية للأجهزة لازمك أنك أنت تستخدم العدد دي فأنا بعرفه أنت آه درست العدد والأدوات بشكل عام دي كلها كنت هتستخدمها فيه تخصص عمال الصحية أما بشكل خاص لما هتيجي تنفذ آآ آآ موضوع أو تمرين معين لازمه أدوات معين طيب هنا مثلا هيستخدم ايه أو هيعمل ايه هيأسل شبكة الصرف الايه في الداخلية للأجهزة الصحية يبقى أنت محتاج العدد دي لازم تكون موجودة معاك طيب بعد كده بننتقل إلى مادة أخرى ده كله طبعا اللي فات فيكون في أو بيتم دراسته في مادة التكنولوجيا الطالب بعد كده بيدرس أو بيكون متوازي معاه دراسة الرسم الهندسي وبعلم الطالب إزاي يستخدم إزاي يستخدم الايه إزاي يستخدم التخصص بتاعه أو يوظفه في تحويل ما هو موجود في الواقع إلى مساقط ورسومات موجودة معاه في لوحة الرسم فأنا هنا بستعرض له أو بعلمه إزاي يقدر يستنتج مسقط لو أنا عندي شكل من الأشكال اللي موجودة معايا دي له ثلاث أشكال طبعا الأشكال دي بتكون في الفراغ بيتعلم الطالب عندي في الرسم الهندسي ودي بدائيات رسم إزاي يقدر يعمله أو يقدر ينفذ لي مسقط أفقي أو مسقط جانبي أو مسقط رأسي زي الشكل اللي موجود معايا هنا وأنا بعمله زي ما بنقول تعلم محاكاة للواقع من خلال الرسم المنظور بالشكل اللي موجود قدامنا وبقوله أن ده مسقط عبارة عن مسقط أفقي للشكل اللي موجود معايا أو المكعب اللي موجود معايا ده وده عبارة عن مسقط جانبي أو الشكل الجانبي بتاعه وده الشكل الرأسي طيب لما أجي أرسم التلاتة دول أو أتخيلهم بأتخيلهم إزاي مستر أو أنا بعلمه إزاي أنه هو يقدر يرسم التلات مسقط دول ولكن فيه على لوحة رسم فيه زي ما بنقول فيه الفراغ أشكالهم فيه الفراغ يطلع المسقط الأفقي لوحده والوجهة أو المسقط الجانبي لوحده وكذلك المسقط الرأسي ليه؟ لأنه هو بعد كده هيبقى مطالب أو هيبقى هيتعرض أنه عنده وجهة من الوجهات محتاج بعد كده أنه هو يعمل لها المسقط بتاعتها فيكون عارف الشكل أو الرسمة اللي موجودة عنده دي أقدر إزاي لما أقولك ارسم على الوجهة أو طلع لي الوجهة من المسقط اللي موجود معاك فالطالب بيتعلم أنه هو يطلع الوجهة والمسقط المختلفة اللي موجودة عنده هنا بيعلمه طبعا أهو بيقوله إزاي ده عبارة عن إيه؟ بيقوله أنه ده مسقط أفقي وده الجانيبي بتاعي لما أجي أرسم الجانيبي هرسمه إزاي؟ طيب لما أجي أستنتج المسقط أو القطاع المسقط الرأسي هرسمه إزاي وأنفزه إزاي؟ زي ما احنا شايفين كده في السلايد بتاعنا أو الفيديو اللي معروض معنا هنا عبارة عن مكعب طبعا له ثلاث أجناب زي ما بنقول جنب اللي هو الأفقي والرأسي والجانيبي لو بصت كده هو عنده هنا خلاص أهو رسم له الأشكال وقال له إن هنا أهو لما أجي أبص على المسقط الرأسي أبص عليه من الجانب كده لما أجي أبص على الجانيبي ده هيطلع عنده هيبقى الجانيبي موجود إزاي؟ وعمل له زي مراية عكسة ها؟ عشان أبقى عارف شكله طب أنا لو بصت من فوق وبصت على الشكل اللي باللازرة ده اسمه مسقط أفقي وبالتالي بيبان عندي عبارة عن مستطيل اللي هو باللازرة ده طب لو بصت رأسي ده بيكون موجود أهو فيه الشكل الشكل باللحمر ده بيكون معايا كده أهو مسقط رأسي وبيكون موجود فيه البعد الثاني المقابل له أما الجانبي لو أنا بصت عليه من الشكل اللي ناحية ده كده بيظهر عنده برضه عبارة عن شكل مستطيل ده ارتفاعه وده العرض بتاعه لو بصينا هو نفس القصة هذا الارتفاع وهذا العرض بتاعه ده فيه المساقط بتاعته يعني لو ماجي استنتج من المكعب ده يقول لك استنتج منه مسقط أفقي ورأسي وجانبي هنا لو بصيت ودي مهارة بيمتلكها الطالب وبينفذها بالفعل في مادة الرسم ازاي يقدر ينفذ الشكل ده او يستنتجه بيثلاث مساقط بتاعته اللي هو الجانبي والرأسي والأفقي فيه الفراغ على محور السينات ومحور الصادات ودي مهارة بيكتسبها الطالب ليه؟ عشان أقدر أنمي جواه ملكة أو مهارة التخيل عشان بعد كده هيجيله تمرين زي المساقط الوفقية اللي هتكون موجودة معاه فيه المشروعات بتاعته واللي هيستنتج منها الأشكال الهندسية سواء المسقط الوفقي او المسقط الجانبي او المسقط الوفقي وبالتالي ازا ما كانش دارس معايا الحاجات دي في التخصص او في مادة الرسم الهندسي مش هيقدر بعد كده انه ينفذها معايا في تخصص او في مادة اللي هي الرسم الفني يبقى دي اساس لدراسة مادة الرسم طيب نشوف اللي بعدها عندنا مادة او الصف الثاني بينتقل الطالب ليه الصف الثاني وبيدرس طبعا بعد كده مواد او موضوعات اكثر تشعبا ليه بعض الاشكال والعدد الادوات والخيمات اللي هستخدمها في تنفيذ تمارين بس فين بها في الصف الثاني ينبقى تمارين اكثر ايه صعوبة بيدخل على انواع طبعا المواسير بملحقتها والاشكال الخاصة بيها والاكثر تطورا مما درسوا فيه الصف الايه الاول وكذلك كل عدة من المعدات اللي هيستخدمها سواء عدة ديادوية او كهربية او ما شابه برضو ده الاشكال بتاعته الاشكال العدد والخيمات اللي هيستخدمها في اداء التمارين هنا بعلم الطالب او بيمتلك الطالب او بعلمه مهارة ازاي انه هو يقدر ينفذ التمارين طبعا بقواعده الهندسية واصوله الفنية داخل المشروعات ده بيتعلمه داخل مدارس الفنية بما يتماشى مع اصول المهنة حسب الاصول الايه الصناعة زي ما بنقول ازاي بيقدر يوزن خط هنا طبعا عشان ينفذ عملية سير المية او الصرف بيعمل الميل بتاعه فلازم يكون عارف فاهم يعني ايه تنفيذ العملية دي على ميزان المياه ودي مهارة مش هيكتسبها طبعا من فراغ لازم يكتسبها او يتعلمها داخل مدارس التعليم الفني هنا بيتعلم مهارة ازاي يقدر يثبت العمود ده عمود الصرف او عمود العمل ده على الحائط بيه الافيز الحديد وازاي يقدر يربطه هنا بيحدد او بيعلم المكان مكان الشنيشة اللي هيطلع منها الفتحة بتاعت زي ما بنقول يرضى داخل الحائط اللي هو الصرف اللي هيمر من او اللي هيربط ما بين الجهاز وبين العمود اللي موجود على الحائط هنا بيقيس ويحدد البعد بتاعه وبعد الصرف هيكون كام هنا بينفذ عملية اللحام يبقى دي مهارات بيكتسبها الطالب وبتعلمها كلها تندرج تحت مسمى واحد وهو اجراء عمليات القياس والايه والقص داخل التمرين هنا بيمتلك طبعا او بيتعلم مهارة جديدة وهي ازاي يقدر يأسس عمود للصرف اعمال الصرف وبيتبع طبعا بحط له مجموعة من المخرجات والقواعد اللي بيتبعها او بيكون مطالب بيها الطالب عشان اقدر بعد كده احكم عليه ان هو طالب امتهن او اتعلم ازاي يعمل عمود صرف عفوا داخل التخصص الاعمال الصحية طبعا دول مجموعة من المخرجات المفروض بينفزها الطالب او بيأديها الطالب عشان اقدر اتطمن على مستوى داخل التخصص بعد ما بيخلص الطالب ونفز التمرين عندي بعمله حاجة اسمها نشاط نشاط ده عبارة عن اختبار لعمود الصرف ودي مهارة طبعا ما بيمتلكهاش اي طالب ولازم نلقى عليها ضوء ليه لان انا ما بكتفيش ان انا علمت الطالب ان هو خلاص اه عرف العدد والادوات اللي موجودة والخيمات اللي هيستخدمها وخلاص ونزل نفز التمرين عندي في الورشة او في المشروع طب هو بعد ما نفز التمرين ونفز المشروع خلاص انا بكتفي بالطالب كده ويطلع برا لما يجي يشتغل في سوق العمل عندي اجا اقول له نفز لي او اختبر لي الخط اللي موجود ده خط صرف او خط مية ما يعرفش ان هو هيختبره دي طبعا هتكون مشكلة ومشتبع مشكلة كبيرة جدا ليه لانه المفروض ان هو درس في التخصصات المعمرية ازاي يجري عمليات الاختبار لخطوط الصرف وخطوط التخزية وبالتالي مش هيجري العمليات دي اللي كان طالب دارس فاهم في التخصصات المعمرية ازاي يتم عملية الاختبار للخطوط سواء الصرف او مية داخل الخط اللي موجود معاه طبعا بيختبر ازاي وبتعلم ازاي طب وليه اصلا بيختبر لانه هو المفروض او احنا بنتوقع ان الطالب ده هيكون مسؤول بعد ما يتخرج ده طبعا من وجهة نظرنا كمسؤول التعليم فني ده ازاي ان هو هيقدر بعد كده يستلم خط او عمل من الاعمال سواء صرف او تخزية بدون ما يكون ملم بعملية الاختبار عشان يقدر يحكم او يصدر حكم على التنفيذ خط الصرف ده سواء خط سليم او بيعيب او في مشكلة فيه فلازم يكون عارف طبعا فيه بيختبر لو ازا كان بيختبر طبعا بخطوط مية بيختبر بماكنة البار او لو بيختبر فيه عند اختبار بالدخان بيختبر بالمية او ما شابه يبقى كده بيلم بعملية الاختبار بيصدر الحكم على التنفيذ وبالتالي مش هيقدر يحكم على الموضوع ده او ينفذ عملية الاختبار اللي ان كان طالب دارس فاهم في تخصصات المعمارية لذا انا بعلمه ازاي زاي ما علمته العدد والادوات وتنفيذ المشروع وازاي يقدر الحاجات دي ويوظف كل اداء من الادوات دي داخل المشروع بتاعه ازاي برضو يجري عملية الاختبار ليه عشان يقدر يمتلك مهارة الاستلام ويقدر يصدر حكم سليم على عمليات التنفيذ طيب نشوف بعد كده خلاص يبقى اختبار عمود الصرف وازاي بينفزه وانا بدهله في صورة مشاط بقول له عزيزي المتدرب بالتعاون مع افراد مجموعتك حدد طرق اختبار عمود الصرف بعد التركيب انت ما تيجي تختبر عمود صرف الخطوات بتاعته والطرق ازاي ويه هتعملها بشكل ازاي طيب بعد كده تنفيذ عمليات التخزية الداخلية كل ده بيدرسه الطالب في المرحلة الاولى او في الصف الثاني عفوا هنا بينفز عمليات التخزية بالمياه البردة خلي بالك بمواصير الحديد يبقى انا ما بغفلش اه دلوقتي كله حد بيستخدم مواصير اللي هي المواصير البلاستيك اما لازم برضو ما اغفلش المواصير الحديد والقطع بتاعتها والملحقات عشان لو تعرض لمشروع او في مشروع اثناء اداء مشروع تنفيذ مشروع في اي موقع من المواقع فلازم يكون عارف الحاجات دي ومر على القطع دي وشافها ودرسها في التخصات المعمرية وبالاخص في تخصص شبكات المياه الطالب اللي هو ابن حضرتك بعلمه وبعرفه اشكال الخمات من قطع الحديد عفوا اللي موجودة في المشروع بتاعه عشان لو قابله وصدفت معاه وشافها يبقى عارف ويقدر يتعامل معاه بعد كده بينتقل لجزء مهم جدا جدا وهو جزء مناسيب الاجهزة وده جزء انا بديه للطالب وبيتعلمه اثناء عملية الدراسة عشان يكون عارف كل جهاز من الاجهزة دي منسوبه كام وبيركب على كام والمسافة بتاعته ايه عشان لما تيجي بعد كده حاجد في المشروعات او اثناء عملية التنفيذ او بيستلم من مقاول فيكون عارف ان المرحاض ده راكب طبعا على منسوب مثلا 10 سنطي طيب او اسفة او سالب 10 اما حوض الغسيل مثلا 85 من وش الارض او حوض غسيل الاواني 90 سنطي من وش البلاط زي ما بنسمي السخان بيركب على ارتفاع مثلا 2 متر ومتر وستين ارتفاع بتاعه منسوب التخزيه متر وستين اما ارتفاعه اتنين متر الحاجات دي كلها لازم الطالب بيكون ملمة بيها ويكون عارفة عشان لما ييجي زي ما قلتلك بيصدر حكم كمسؤول داخل مشروع يقدر يبقى عارف او بيستلم شغل يبقى عارف ان الجهاز ده راكب على منسوب اللي هو درسه وتعلمه على منسوبه السليم وعملية الصرف بتاعته موجودة او سليمة على المنسيب اللي تعلمها في الدراس ده اذا كان هيبقى مسؤول عن استلال طب اذا كان هينفذ اذا كان هينفذ فيبقى عارف يبقى صنايعي زي ما بنقول متقن وماهر وبينفذ حسب القواعد والتعليمات اللي ايه الهندسية كل جهاز من الجهازة دي له منسوب معين بيركب عليه بيركب عليه وكذلك عملية التخزيه له او موضوع الصرف بيكون له منسوب محدد لازم الطالب يكون ملم بالمنسيب دي ويكون عرف طيب بعد كده اجراء عمليات القياس والقص طبعا لتنفيذ عمليات اللي ايه عمليات الصرف وانا قلت او التخزيه خلي بالك انا كنت بتكلم عن مواصير حديد يبقى انا هنا بعلمه ازاي يقص حديد ويقيسه وازاي يقدر ينفذ التمرين اللي ايه تمرين التخزيه بالمياه البردة لمواصير الحديد داخل المشروعات طبعا دي كلها خطوات زي ما قلت قبل كده ليه عملية الامن واستخدامه ازاي يقدر يستخدم العدد والادوات بشكل امن في تنفيذ الماء التمرين داخل الورش هنا شكل تاني او موضوع تاني تنفيذ شبكة التخزيه الداخلية بالمياه الباردة بمواصير البولي بروبلين او زي ما بنطلق عليها بالاسم الدارك فيه المشروعات البربلين ده الاسم الدارك انه طبعا من القطع الاساسية واللي موجودة في السوق حاليا يبقى انا هنا لو لاحظت حابب اطمنك على ابن حضرتك انه هو طالب ما بيستخدمش او انه هو بيتعلم زي ما هو شائع في السوق المصري دلوقت انه هو بيتعلم حاجات قديمة او زي ما بنقول قطع او اجزاء او بيتعامل ويتعلم داخل ورش التعليم الفني تعليم او قطع بيتعامل مع قطع قديمة لا او ما هيش حديثة في السوق انا بطمنك انه هو بيستخدم احدث القطع اللي موجودة حاليا في السوق المصري والاخص فيه تخصص اعمال الاعمال الصحية ويقدر ازاي يتعامل معها في اذا اتعرض لها اثناء عملية تنفيذ المشروعات برضو هنا زي ما كنت هناك جايب انا ازاي بيستخدم القطع او او زي ايسها ويقصها ويقطعها بيستخدام وسائل الامن والسلامة والصحة المهنية هنا برضو بيستخدم كان الكلام ده فيه استخدام موسير الحديد هنا بيستخدم مع البروبلين برضو ازاي بينفس عملية اللحام والقطع والقص ويركب الجلب زي ما احنا شايفين كده او طبعا بما يضمن عملية الايه الامن والسلامة والصحة المهنية له اثناء اداء ايه تمرين هنا برضو نفس القصة برضو ازاي اهو نوة يوزن خط على ميزان المياه وازاي يسبت موسير وازاي يقطع او يختبر هنا بيختبر خط اهو زي ما قولنا من شوية يبقى ده كله وفق تعليمات الامن والسلامة والصحة المهنية دي مهارات بيكتسبها الطالب داخل الورشة وداخل مدارس التعليم الفن بعد كده بتعلم كمان ازاي يقدر ينفذ نفس الخط للتخزية ولكن للايبقى للموسير او بالمياه ينفذ خط بموسير اه من المياه الحديد بعد كده بتعلم ازاي لنفس الخط بدل ما كان مياه بردة لا بيستخدم نفس الخط اللي هو خط موسير الحديد للمياه الباردة والمياه الساخنة وبدله مجموعة من المهارات او القواعد لازم يتبعها عشان اقدر بعد كده احكم عليه هو يدر يستخدم الحاجات دي ولا لا نفس القطع طيب بعد كده عندي الصف الثالث ونشوف الطالب فيها الصف الثالث بيدرس ايه عنده مادة زي مادة المساحة ودي بعض الصور اللي بتتم داخل مدارسنا او بعض المواقع او زي ما بنقول التمرين العملية اللي موجودة بتنفس داخل المشروعات داخل مدارسنا ليه مادة المساحة يبقى مادة المساحة ازاي ما كان اه بعض الناس بتقول بتتم بشكل نظري لا انا بنفذ مشروعات او موضوعات مادة المساحة داخل داخل التخصصات أنا عندي موجود داخل تخصصات المعمرية من أحدث الأجهزة المساحية موجودة وده موجود في عودة أمين المعمل اللي موجود اللي هو معمل المساح وبالتالي الأجهزة دي أنا ما بجيبهاش وزي ما بنقول فيه كارتين مغلقة لا طبعا زي ما وردت حضراتكم من شوية وزي ما هنشوف تاني في السلايد إن أنا العدد دي أو الأدوات المساحية أنا بخرجها للطالب وبيطالب سواء كان طالب مهني أو عام بيدرس مادة المساحة لإنه لازم يكون بينتلك بدائيات أعمليات القياس وتنفيذ الارتفاعات والزوايا وما شابه وإزاي يقدر ينفذ الميزانيات أعمال الميزانيات سواء ميزانية شبكية أو طولية أو عرضية زي ما هنشوف كمان شوية في أعمال المساحة لازم يكون الطالب ملمي بالموضوعات دي طب هو هيلمي بيها إزاي وحضرتك بتدرسها له بشكل نظري لا أنا بطمن حضرتك على ابنك لا الطالب بيدرس عندنا الأدوات المساحية والأجهزة المساحية بشكل عملي والصور زي ما هنشوف كمان شوية دي صور من داخل مدارس الفنية اللي موجودة أجهزة مساحية مع الطلبة بنعادهم بشكل معين فيه بوريره طبعا الجهاز وقدرات الجهاز وازاي بيستخدمه وازاي يقدر يثبت الجهاز طبعا الدقة مع السرعة في تنفيذ الجهاز دي في الآخر بيساوي عندي طالب ماهر فني ماهر قادر أنه ينفذ المشروعات أو الموضوعات بشكل ايه مبسط وبسيط أو يسير ده مش هيمتلك دي اللي طالب شاف بشكل عملي وكمان بخليه يقوم ويربط الجهاز ده ويثبته ويتطمن اللفقية بتاعته سليمة زي ما هنشوف برضو كمان شوية في اللي سايد بتاعنا أن الطالب بنفسه بيبص على الحاجة وازاي يقدر ينفذ التمرين ده أو يثبت الجهاز ويستخدم كمان الجهاز أو ممكن يكون المساحة عنده ماهيش مثلا فيه مشروع أو ما شابه لكن بشكل أو بقدر الإمكان بينفذ ده داخل الفناء اللي موجود في المدرسة وإن كان بعض الموضوعات في مادة المساحة بتتطلب أن أنا بخرج مع الطالب بره في المواقع اللي موجودة أو المحيطة ببيئة المدرسة وبقدر نفذ عملية القياس ويقدر يشوف الارتفاعات والانخفضات باستخدام الجهاز وبينفذ عمليات الميزانيات سواء شبكية أو طولية من خلال المواقع والبيئة المحيطة بالمدرسة وبعد كده بيرجع الطالب ينفذها أو ما تم تنفيذه بشكل عملي في الواقع في الأراضي المحيطة بالمدرسة بيرجع الطالب ينفذها بشكل نظري على ميزانيات ويقدر يحسب مناسيب النقط ويجيب الارتفاعات والانخفضات اللي موجودة في المشروع اللي هو نفذ فيه بشكل عملي داخل مادة المساح نشوف مع بعض كده طبعاً اتكلمنا عن دي وقلنا أن ده هو خلاص ده واقع موجود داخل مدرسنا موجود فعلاً بالفعل هنا الطالب بعلمه إزاي يقدر يثبت الجهاز وإزاي كمان يقدر أو إمكانيات الجهاز اللي موجود معاه بشكل عملي عشان عملية الربط بعد كده يقدر يربط الجهاز ده ويستخدمه وينفذ به في الواقع وطبعاً ده جهاز التدوليت ده مجموعة من الطلبة داخل المدرسة فنية والجهاز منصوب بيعلمه وبعد كده بيمتلك مهارة التنفيذ هنا طبعاً قطعة من القطع بقى وريها للطالب أهو هنا مدرس بنوريها له وطبعاً طالب تاني واقف هنا على الميزان وبياخد إراية وبيشوف القدرات أو الإمكانيات المتاحة داخل الجهاز ده بيستخدم إزاي؟ واستخدمه في إيه؟ طبعاً عندي بعد كده عمال الصيانة يبقى أنا ما بكتفيش أن أنا بخرج طالب بس بخرج طالب قادر على تنفيذ الأعمال الشبكات فقط بس وخلاص لأت أنا كمان بخل الطالب أو بخلط بدرس للطالب مهارة أنه يقدر يعمل أعمال صيانة لبعض المشروعات تمام؟ يبقى عشان لو أتعرض لأي مشكلة في أثناء عملية التمرين أو أثناء أداء تمرين في الواقع أو في الورشة داخل المدرسة يقدر يعمل لها أعمال الصيانة البسيط طيب بعد كده كمان بيتعلم أعمال الصرف الخارجي يبقى هو إذا قدر يتعلم أشكال الصرف أو أعمال الصرف الداخلي والتغذية الداخلية كذلك يقدر ينفذ مشروعات في الشارع زي ما بنقول اللي هو الصرف الخارجي والبنية التحتية المواسير ما بين الغرف الرئيسية اللي موجودة في الشوارع زي حاجة تمرين زي اللي قدامي ده أنا بديلي الطالب بقوله الرسم الموضع عبارة عن مسكة وفق المادات من مواسير البلاستيك بين غرفتين اللي هو ده طبعا وده غرفتين تفتيش والمطلوب إعداد كشف بالخامات اللازمة للتنفيذ للتنفيذ طبقا لأصول الصماعي بشوف هنا أنا إديته تمرين والتمرين ده صرفي خارجي وما بين غرفتين من خلال المشروع اللي قدامك ده قل لي إيه هي الخامات اللي المفروض تكون موجودة عندي وكمياتها إيه عشان أقدر أنفذ المشروع اللي قدام طبعا بنبص على الأشكال وده أشكال مختلفة ليه أنواع الدراسة أو المواد آسف اللي موجودة اللي بيستخدمها الطالب وبتعلمها الطالب داخل التخصص ويبعرفه يعني غرف التفتيش وأنواعها ويه الصرف الخارجي بأشكاله وأدواته ويه الأدوات المستخدمة بيستخدم إيه عشان يقدر ينفذ التمرين اللي موجودة دي ويه كمان بعد ما يستخدم إيه يستخدمها إزاي ويه كمان وفق طبق أو بص هنا بقول له طبق قواعد الأمن والسلامة المهنية اعمل كذا ونفذ بالطريقة الواضحة قدامك مثلا يبقى هو هنا بعلمه إزاي يشتغل طبق قواعد وتعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية طبعا ده أشكال للشغل أو التمرين اللي بيتعلمها الطالب داخل التخصص في الصف الثالث هنا لو بسيط برضو ده من ضمن الموضوعات اللي بيدرسها الطالب إزاي يقدر ينفذ خط المجاري الفرعية بيئة المجاري العمومية إزاي يقدر ينفذ عملية الربط المجاري الفرعية اللي بيتبقى طالعا من البيوت ومشابه بيئة المجاري الرئيسية اللي تبقى موجودة فيه الشوارع أو زي ما بنسميها البنية التحتية اللي بتبقى موجودة في الطرق والشوارع لان ده بتبقى موضوعات كبيرة ومشاريع كبيرة محتاجة طبعا دقة فيه اللداء والتنفيذ انا بطمنك ان ابن حضرتك بيكون معايا بيدرس الموضوعات دي وعشان وانا بيقيله ليه عشان يكون قادر للمنافسة في السوق الخارجي داخل تخصص الاعمال الصحية كل دي موضوعات اهي بيكون موجودة عندي بتعلمها الطالب كذلك لو بسطل الجزء اللي احنا بيصبطه حاليا هنا بتعامل مع ادوات الحريق يبقى داخل تخصص الاعمال الصحية ما بيكتفيش زي ما قلت في بداية الحالة ان انا اخرج فني الاعمال السباكة فقط لا يدرك غير تنفيذ اعمال الصرف والتخزية لأه كمان انا النهاردة مع التطور اللي موجود بعلمه ازاي يقدر ينفذ خطوط الحريق داخل المشروعات واعمال الري زي ما هنشوف كمان شوي طبعا اهو تنفيذ بتاعه ازاي يقدر ينفذ اعمال المواصير بتاعت الحريق وازاي يسبتها وازاي ويجري طبعا هو لابس هنا والطالب بيتعلم بيشوف اقدر اعمل التمرين دي ازاي ولو بسيط هنا بقوله الشكل النهائي في تركيب مواصير الحريق بيكون كده وفق تعليمات الامن والسلامة الصحة المهنية هنا بعلمه عملية اللحام القطع هنا وعملية اللحام هنا ازاي وعملية القياس بتتم ازاي وعملية التركيب يبقى هنا تنفيذ عملية القطع والتسنين اهو يبقى انا كده بنفذ وبوري له بشكل عملي ازاي ينفذ التمرين دي او الموضوعات دي داخل الورشة ان شاء الله ما اتعرض لها في المشروع او الموقع يقدر يكون اه ملم بيها ويقدر ينفذها عندي مادة الهيدروليك زي ما اولتلك في بداية الحلقة واللي هي بتميزه عن باقي التخصصات بيدرس داخل مادة الهيدروليك زي ما قلت في بداية الحلقة ليه لانه لازم يكون ملم او شغله كله بيكون مع اه سوائل ليه المية فلازم يكون عارف او دارس وفاهم حركة السوائل ازاي ويقدر يحسب الضغط بتاعها والتوازن والاسس في مادة الهيدروليك زي ما هنشوف كده دلوقتي اهو طبعا بتعلم ازا كان طبعا السائل في حالة السكون فان سطحه بيكون افقيا ده موضوع من الموضوعات المبادئ الاساسية في علم الهيدروليك اللي قمها ست مبادئ لازم الطالب يدرسهم ويتعلمهم في مادة الهيدروليك عشان يكون ملم بيها ويقدر بعد كده يكون عارف يعني ايه مبادئ اساسية في علم الهيدروليك داخل نفس المادة بيدرس مركز الضغط ويقدر يحسب الضغط الواقع على بوابة او اه حزة من الحزات اللي هي بتستخدم في عملية قفل وفتح المية في المجاري او مش المجاري طبعا اللي هي مجاري الصرف المقصود بيها مجاري اللي هي مجاري المياه اللي تكون عبارة عن الترع والمصارف فلازم يمتلك الطالب قدرات ومهارات كيفية حساب مركز الضغط او قوة الضغط وقوة مركز الضغط معلمه لو احنا لاحظنا ان الرموز هنا عندي رموز بالانجليش بانجليزي فلازم الطالب يكون عارف الرموز دي عارف يعني ايه ان مركز الضغط السي بي در مظلوب الرمز السي بي اللي هو يساوي الاتش اللي هو الارتفاع مضروب او مجموع على مجموع زائد يعني الاي جي اللي هو عزم القصور الزاتي يبقى خلي بالك او لو لو انت لاحظت ان انا هنا جبته من مركز ضغط ليه عزم القصور الزاتي اللي هو الاي جي فبتعلم كمان العزم القصور الزاتي ازاي يحسب عزم القصور الزاتي للاشكال اللي موجودة طب هو بيدرسها ليه مستر وبدخلنا ليه في الجزئية دي ازاي كان هو هنا بيدرس علم سوائل وما شابه انا بقول لحضرتك لازم يكون عارف مركز الزغط وعزم القصور الزاتي للاشكال الهندسية اللي هتعامل معاها سواء ازاي كان مربع يبقى بيه السربعة على اتناشر ازاي كان شكل مستطيل يبقى بيه دي تربيع بيه دي تكعيب على اتناشر لو كان مسلس يبقى بيه دي تكعيب على ستة وتلاتين بيقدر يعرف الاشكال دي بيعرف القانون ده وفق القانون ده بيقدر يقول ان عزم القصور الزاتي للشكل للبوابة اللي هو حيستخدمها في المجرى المائي سواء كان ترع او مصارف او بحور او ما شابه يبقى عارف ان الشكل البوابة اللي هستخدمها دي مركز الثقل بتاعها فين عشان لما يجي يثبتها يبقى عارف وكذلك عملية الضغط لما ينفذ الضغط او الضغط اللي هيكون ناتب من المياه عليه من المجار المياه هيقدر يتعامل معاها ازاي ويكون ملم بكل الموضوعات اللي موجودة او بتخص حركة السوائل داخل مادة الهيدروليك وللأسف الوقت مع حضراتكم بيمروا بسرعة جدا على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الغد القريب دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته